المختصر في السيرة النبوية كفالة عمه أبو طالب تولى أبو طالب كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات وظلت كفالته ورعايته وحمايته له إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله أعز نصره فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام وذلك من تمام لطف أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة وفي طريق هذه الرحلة رآه باحير الراهب فعرفه بصفته في التوراة والإنجيل وظهرت لمن كان مع أبي طالب من الآيات في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد أبا طالب في الوساط به والحرص عليه وأمر بحير أبا طالب أن يرجع برسول الله صلى الله عليه وسلم لألا يراه يهود في الشام فيعرفوه ويقتلوه فرجع به إلى مكة